اربعين جنيه لكل بطاقة تموين زيادة. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكل حبايبي بكل متابعيني. اهلا وسهلا بكل اللي بيشاهدوا قناتي. اه نزل الجديد اربعين جنيه لكل بطاقة سلع تموينية. اصدر وزير التموين علي مسلحي توجيها رقم اتنين للعام الفين تلاتة وعشرين بيحدد رسوم اصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفائد والمستجدة مع تضمين ضمان سلامة البطاقة لمدة عام من التلف. وبيعلن التوجيه الوزاري تحديد تكلفة اصدار البطاقة التالفة بقيمة اربعين جنيه مع تقديم ضمان لمدة سنة من تاريخ اصدارها. اربعين جنيه لكل بطاقة سلع تموينية. وبيتوجب على المواطن دفع رسم واستخراج كمته خمسين جنيه للحصول على بطاقة جديدة بدلا من التالفة. حيث آآ بيجب تسليم البطاقة القديمة لمكتب التموين. آآ واربعين جنيه لكل بطاقة سلع تموينية بيتم ارسالها للمدرية ثم لمركز معلومات الوزارة لآآ يعني لالغاقها نهائيا في حال تضرر البطاقة خلال عام. وبيتم استخراج بطاقة جديدة على حساب الشركة آآ او شركة الاصدار. آآ استخراج بدل تالف اربعين جنيه لكل بطاقة للسلع التموينية والاجراءات لاستخراج بطاقة التموينية المتضررة او المفقودة عبر منصة اسمها منصة مصر الرقمية. طبعا اكيد اغلب الناس عارفها منصة مصر الرقمية. بتشمل الوصول لمنصة مصر الرقمية. وبعد كده بتنشأ حساب باستخدام الرقم القاومي رقم البطاقة ورقم الهاتف المحمول. ولوج لقسم التموين. وطلب اصدار بطاقة بديلة لبطاقة التموين. وادخال معلومات البطال البديل او التالف اولا. واختيار المحافظة المسجلة بالرقم القاومي. واختيار الادارة التموينية المعنية. واختيار مكتب التموين الاقرب لموقعك من القائمة. والكارت الموحد الجديد بتطبق منظومة الكارت الموحد الجديد. تطبق في بورس عيد بس. يعني هو دلوقتي كان بيدرس بس تم تطبيقه في بورس عيد فقط. وبيشمل توزيع المقرارات التموينية ايضا والخبز مع استمرار سريان البطاقة التموينية القديمة لمن لم يحصل على كارت جديد. وبعد معرفة معرفة يعني متى يتم صرف اربعين جنيه لكل بطاقة سلعة التموينية. اشارت الوزارة الى انها ستوفر الكارت الموحد مجانة للمواطنين. وايتم فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن بيحصل على الكارت الموحد وبيشمل تسجيل بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الذي يرتبط باسم الفرد لده احدى شركات المحمول. الكارت موحد مزود ببصمة زكية لضمان وصول الخدمة المستحقية. وقد تم فتح حوالي خمسمائة الف حساب في بورس عيد وجاهز الان للتفعيل. في طبعا ناس كتير خايفة من القصة دي ومن المواضيع دي. وخايفة جدا يعني من الكارت الموحد وتبديله بطاقة التموين. وفي ناس كتير محتاجة طبعا بطاقة التموين فخايفة في منتهى الرعب. ولكن آآ يعني بتقول لي ما فيش داعي للخوف بالطريقة دي. آآ ربنا ان شاء الله يجعله يعني بفايدة وخير. آآ مع ان طبعا بسبب غلاء السلع فالفرد ده اساسا في الطاقة التموين ما بقاش بيطلع له حاجة كبيرة او حاجة مهمة او حاجة تسدد احتياجاته. بنتمنى النظر في القصة دي. وبنتمنى يعني آآ العمل على احتياجات الناس شوية. الناس تعبانة جدا. شكرا جدا للجميع. اربعين جنيه لكل بطاقة تموين زيادة. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكل حبيبي بكل متابعيني. اهلا وسهلا آآ بكل اللي بيشاهدوا قناتي آآ نزل الجديد اربعين جنيه لكل بطاقة سلع تموينية. اصدر وزير التموين علي مسلحي توجيها رقم اتنين للعام الفين تلاتة وعشرين بيحدد رسوم آآ اصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفائد والمستجدة مع تضمين ضمان سلامة البطاقة لمدة عام من التلف. وبيعلن التوجيه الوزاري تحديد تكلفة اصدار البطاقة التالفة بقيمة اربعين جنيه مع تقديم ضمان لمدة سنة من تاريخ اصدارها. اربعين جنيه لكل بطاقة سلع تموينية. وبيتوجب على المواطن دفع رسم واستخراج يمتو خمسين جنيه للحصول على بطاقة جديدة بدلا من التالفة. حيث آآ بيجيب تسليم البطاقة القديمة لمكتب التموين. آآ لاربعين جنيه لكل بطاقة سلع تموينية بيتم ارسالها للمدرية ثم لمركز معلومات الوزارة لي آآ يعني لالغاءها نهائيا في حال تضرر البطاقة خلال عام. وبيتم استخراج بطاقة جديدة على حساب الشركة آآ او شركة الاصدار. استخراج بدل تالف اربعين جنيه لكل بطاقة للسلع التموينية والاجراءات لاستخراج بطاقة التموين المتضررة او المفقودة عبر منصة اسمها منصة مصر الرقمية. طبعا اكيد اغلب الناس عارفها منصة مصر الرقمية. بتشمل الوصول لمنصة مصر الرقمية. وبعد كده بتنشأ حساب باستخدام الرقم القاومي رقم البطاقة او رقم الهاتف المحمول. ولوج لقسم التموين. وطلب اصدار بطاقة بديلة لبطاقة التموين. وادخال معلومات البطال البديل او التالف اولا. واختيار المحافظة المسجلة بالرقم القاومي. واختيار الادارة التموينية المعنية. واختيار مكتب التموينة الاقرب لموقعك من القائمة. والكارت الموحد الجديد بتطبق منظومة الكارت الموحد الجديد. اتطبق في بورس عيد بس. يعني هو دلوقتي كان بيدرس بس تم تطبيقه في بورس عيد فقط. وبيشمل توزيع المقرارات التموينية ايضا والخبز مع استمرار سريان البطاقة التموينية القديمة لمن لم يحصل على كارت جديد. وبعد معرفة اه المعرفة يعني متى يتم صرف اربعين جنيه لكل بطاقة سلع التموينية. اشارت الوزارة الى انها ستوفر الكارت الموحد مجانة للمواطنين. وايتم فتح حساب شخصي في الهجم